اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاتبنا مع الشاهدين ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إليه ومطهرك من الذين كفروا وجعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم قيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون فأما الذين كفروا فأعذبوا معذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الوالمين ذلك نتمو عليك من الآيات الذكر الحكيم إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون الحق من ربك ثلاثة من المنترين فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا فقل تعالوا نروا أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهي فنجعل لعنة الله على الكاذبين إن هذا لهو الكصص هو الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم فإن تولوا فإن الله علم بالمفسدين بنيا أن الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون يا أهل الكتاب لما تحاجون في إبراهيم وما وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون ها أنتم هؤلاء هاجزكم فيما لكم به علم فلذا تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشيكين إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوا للذين اتبعوا وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين ودى الطائفة من أهل الكتاب لو ضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعون يا أهل الكتاب لتكفون بآيات الله وأنتم تشهدون يا أهل الكتاب لتلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا آمنوا بالنبي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار وجه النهار يكفروا آخره لعلهم يرجعون ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى يهدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أطيتم أو الحاجة أجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتي من يشاء والله وازع العلم